تحيطيبا مجددا ورحب بضيفي الأستاذ فهد البقيمي الأكاديمي والمتخصص في التجارة الإلكترونية والتقنية أهلا بك فهد الله يحييك أخو يوسف وتشرف بظهور معك شرف لي تعليقك على هذه القصة اليوم تجمع الجهات المسؤولة في السعودية هيئة العلام المرئي والمسموع وكذلك وزارة الاتصالات في المقابل اليوتيوبر يعني بإعلاناتها المسيئة والمخالفة والتجاوب الذي حدث من خلال بيان لليوتيوب أوضحه فيه أنه تفاصيل الإعلانات من هذا القبيل أنت كخبير اليوم ومتخصص خصوصا أنك أنت فهد لك تغريدات سابقة على هذا الموضوع إيش تعليقك وشتوه إحنا من سنوات كنا نتكلم عن خطر مثل هذه الإعلانات وكانت في البداية إعلانات يعني عشر إعلانات يطلع واحد ممكن مسيء أو لا يليق أو مقاطع خادشة بالحياة أو حتى إعلانات محتلين ونصبين وطالبنا بضبطهم أكثر والحمد لله الفترة الماضية تجاوبت هيئة الاتصالات والهيئة العامة للإعلام المريء والمسموع مع هذه المطالبات وهذا يشكرون عليه حقيقة قربهم الناس واستماعهم ومتابعة آخر الأحداث فتم التواصل مع شركة يوتيوب وممثلي من شركة جوجل والضغط عليهم وليس بسلوب بسيطنا إنما تطبق أو ستطبق عليك القرارات والأنظمة فكان التجاوب مثل ما شفت الآن أن الشركة على طول تجاوبت أنه تم حجب مجموعة من الإعلانات وإلغاء حسابات معلنيين وغيره ولا زلنا نقول هذه البداية فقط للأسف السنوات الماضية كلها ترك المجال لهم يعبثون كيف ما يشون وكان الهدف مادي بحت لدرجة أنه اليوتيوب أنظمته تمنع نشر المقاطع المخلة أو الخادشة أو الإباحية كما تسمى والإعلان مسموح في المقابل الإعلان مسموح أن أنت تابع مقطع قرآني فجأة ينقطع بإعلان خادش للحياة نعم المشكلة فهذه أنه حتى اليوم الطفولة في جريمة اليوم تواجه هذا المكون المهم المكون الاجتماعي الأطفال اليوم هم أغلب وقتهم في اليوتيوب هذا المشكلة أكبر مشكلة أكبر وتحتاج وعي من الناس اليوم أطفالكم أمانة بأيديكم ترك الطفل بالجهاز فقط خليه يصمت خليه يتونس خليه ما بيه يزعجني هذه جريمة ترتكفي حقه لأنه قاعد يشوف أشياء أنت تمنع خارج البيت أن يشوفها نعم ولكن بجوال الآن تصله وبين المقاطع والآن بشكل دعم للمثلية وغير من الإباحية وغير من الأشياء التي تنافي معتقداتنا وديننا وأنظمتنا حتى فنشد بيد هيئة الاتصالات وهيئة الإعلام المريم المسموع ونطالبهم بالضبط أكثر وأكثر اليوتوب مجرد البداية جوجل سنابشات تويتر تيك توك كلها تستخدم نفس الأساليب للأسف السبب الرئيسي عدم وجود ممثلين حققين لهم وعدم محاسبتهم على أخطاهم اليوم هدفهم مادي هذه الشركات هدفها مادي تبحث عن معلنين فقط ومعظم أرباحهم تتم من خلال الإعلانات هذه لا يهمهم وش يكون الإعلان بقدر المادة في المقابل دول أخرى قامت بمحاسبة جوجل واليوتيوب على إعلانات ربما تكون احتيالية وأستراليا على سبيل المثال تمت محاسبة شركة جوجل يعني مخالفات إدارية لماذا تبث هذا الإعلان في هذه الدولة وهو نصابي أو محتلين ويا كثرهم اليوم المنصات مختلفة ممكن ذكرتها نعم هي البداية وحتى صراحة أنا أشوف أنه انتصار اليوم لوجود الرقابة المجتمعية يعني المجتمع اليوم قام بهذه الرقابة وأوصل الموضوع إلى الجهة المسؤولة والجهة المسؤولية قامت بمثل هذه الخطوة كيف تشوف احتيازنا اليوم مثل هذا الضبط تجاه تيك توك سنابشات تويتر المنصات الفضاء الواسع هذا صحيح البنك المركزي بالأمس أعلن عن إنشاء لجنة لمراقبة المحتويات أو الحيل الاحتيالية والطالب أيضا بني أن يكون فيه لجنة مخصصة لمراقبة المحتوى الإباحي المحتوى الاحتيالي ورصده أولا بأول كذلك معاقبة أي شركة تخالف نعم اليوم معظم عمليات الاحتيال والمقاطع الإباحية يتم من خلال الإعلانات المروجة بـ 2 دولار يستطيع المحتوى أن يصل مئات الناس ويسرقهم بكل سهولة السبب لأن شركة جوجل ما أهمها وفي المقابل ما في أحد قاعد يضغط عليهم في المقابل أنه رتبوا إعلاناتكم فلتروا إعلاناتكم اليوم شفنا البداية ونتمنى أنها تستمر تكون أقوى وقوى أنت عندك رصد نعم قبل لأ أجي قبل لأ أجي سويت تجربة بسيطة اليوم كثير من الأخوات يبحثون عن مدارس تعليم القيادة وربما الطريقة البدائية والبسيطة نكتب في جوجل نتيجة البحث تطلع وتدخل على مدرسة تعليم القيادة كتبت في جوجل مدرسة تعليم القيادة حلو يمكن أن يشوفونه أول نتيجة عرضات هي إعلان ولكن 80% حسب توقع الشخصي من الناس لا ينتبهن هذا إعلان يتوقع أن هذه النتيجة الصحيحة فمجرد لا تكتب مدارس تعليم القيادة أول رابط يظهر رابط احتيالي احتيالي تماما أول رابط أول رابط كم من عدد الناس اللي ممكن يقعون ضحية لهذا الرابط الرابط هذا إذا دخلت عليه يحولك على واتساب لشركة أو عصابة محتالة توصلت مع حمالة بنفسي وحاولت حاكي اللي ممكن يصير للشخص تخيل يرد علي عساس أنه هو في المرور وأنه جهة رسمية وأنه جدا ممكن رتب لك الموعد وأن علمك القيادة مقابل فقط أنك تفتح الرابط وتحط بعض البيانات البيانات اللي يطلبونها إما بيانات بنكية يتم سرقة حساباتك وأرصدتك أو بيانات للنفاذ الوطني لاستخدامه فيما بعد إما في إعادة طلب شريحة اتصال دخول على حسابك البنكي وغيره من الحيل فهذه بكل بساطة يقع فيها الشخص البسيط نتيجة لعرض إعلان مروج ومع الأسف إنها في منصة مثل جوجل جوجل الآن المصدر الأول لا أحد يحفظ روابط المواقع أنت بموقع تركتب في جوجل فكثير مننا لا ينتبه أنه أول إعلان غير كذا كيف جوجل تسمح لمحتال أن يدعي أنه بالمرور السعودي ويستخرج رخص أنت الآن يوسف أو أي شخص لو يكتبه في حسابه في تويتر ويضع هذا الرابط تم معاقبته لماذا مثل هذه الشركات تسرح وتمرح بدون أي إعقاب إذن هذه الصدر مع التحية اليوم لجهة المسؤولة في السعودية نعم نطالب لأنه أمر واضح وشي يتعلق حتى بحياة الناس مثل قيادة للمرأة هذا مجرد مثال واحد لكن تتخيل أنه كل الأشياء ممكن تجد محتئين يترصدون فيها تنازل خادمات قيادة سيارات رحلات السفر والسياحة كل شيء كل شيء يطرب بالك بنفس الطريقة يتم اختلاق الناس وضحة الصورة فهد ماذا تقول في كلمة أخيرة للمجتمع اليوم نتكلم مثل ما ذكرنا على الرقابة المجتمعية لمثل هذه المنصات الأسرة الطفل المراهقين رسالتك رسالة اليوم لكل أب وأم أطفالكم أمانة في أيديكم وفي أعناقكم اليوم الطفل أنت تمنع من مجتمع من الخارج أنه ممكن يكون يتكلمون كلام بذيء وغير تحاول تربي هذا الطفل تربية صالحة بينما في المقابل تعطيه جوال لعشر دقائق ممكن يفسد كل شيء سويته مقاطع مروجة إباحية خادشة مصطلحات أنت ما ترضى أن تقال في بيتك ممكن تصل لمسامع طفلك من الجوار حتى العدائية حتى العدائية يعني موضوع المشاهد العدانات تشكل العدائية والعنف يتشربها الطفل لا إراديا يشوف المقاطع هذه توقعنا طبيعية يمارسها مع أخته مع أخوه يسبب كارثة عندك في البيت فاليوم طفلك لابد أنك تراقب المحتوى الذي شاهده والأسف كثير وأنا منهم نزع من يوتيوب كانت تضخ هذه العلنات الباحية والغير مرغوب فيها لهدف الضغط على الناس للإشتراك في خدمة البريميوم المدفوع تبي نحجب هذه العلنات ادفع وهذا غير منطقي أني أدفع عشان تحجب لي شيء أنت أصلا تحاربه في أنظمتك وسياستك كذلك رسالة شكر لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإعلام المريء والمسموع على التجاوب الكبير وهذه مجرد البداية لازم أن ننتظر أكثر من خلال مراقبة إعلانات جوجل سناب شات غير من مختلف المظاهر والنصب والاحتيال التي أشرناها اليوم من جوجل يستحق صراحة الالتفات له بالضبط ورسالة أخيرة للمجتمع السعودي الذي لا زال المحافظة على القيم على المبادئ على عاداتهم الدينية وغيره بنبذ ونفي مثل هذه الأشياء نرى التجاوب كبير جدا هاشتاقات بشكل كبير الناس كلها تدعم هذا الشيء وهذا شيء يحسب لنا وهذا من نعم الله علينا كمجتمع السعودي رسالة فهد البقمي الأكاديمي والمتخصص في التجارة الإلكترونية والتقنية شكرا لوجودك اليوم وشكرا لهذا الإثراء شكرا لك يوسف واتشرف طال عمرك شكرا لكم مشاهدينا ونعود مرة أخرى إلى الزمالة